السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نعيش في جنة الدنيا ازاي بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة الوسعى كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا امام قال إنها جنة الإيمان الله أكبر ولذا قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان الطعام لي طعم في الفم واللسان ولكن الإيمان لي طعم في القلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولذلك الامام ابن تيمية لما أدخلوه إلى السجن قال ماذا يصنع بي أعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي في أي مكان بروح هي معي إليها الكرآن والسنة والذكر والعبادات القلبية من اليقين والتوكل والثقة والإنابة والتوبة والحب والخوف والرجاء إلى غير ذلك من العبادات القلبية التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى قال لهم ماذا يصنع بأعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هوى والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا وظل يكرأ الكرآن في السجن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة كان الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة كان يقول والله لو يعلم الملوك وسبب الجملة دي أنه كان مع صحبة من أهل العلم والفضل كانوا في رحلة من مكان إلى مكان رحل رحل دعوية في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان معهم بعض الكسيرات من الخبز اليابس شوية يعني قطع خبز نشفة شوية ديه وبعدين جاعوا في الطريق فنزل إبراهيم بن أدهم في البحر وبلل الخبز ده بمية البحر ثم ابتسم وقال لإخوانه والله نحن في نعمة لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال دون عليها بالسيوف بلهم إحنا في نعيمه في سعادة سعادة الإيمان سعادة القرب من الله سعادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهم إحنا في نعيمه في سعادة والله الملوك لو يعلموا السعادة اللي في الأبنة ديه كانوا ضربون بالسيوف عشان يغضوا السعادة دي من قلوبنا سبحان الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بصيوف وكان أبو سليمان الداراني كان يقول إن أهل الليل في ليلهم يعني أهل قيام الليل ربنا يجعلنوا إياكم يا رب من أهل قيام الليل إن أهل الليل في ليلهم يعني في أثناء القيام ألذ من أهل الله في لهوهم يعني لو تخيلنا كده مسلم واقف كده بيصف قضميه بين يدي الله وبيصلي ويبكي في ظلام الليل بين يدي الله وفي المقابل المسلم تاني الان في صالة ديسكو بيشرب وبيرقص مع وحده وعمال طول الليل بيهزر ويدحك ومستمتع بوقته بيقول بقى اللزة اللي فيها الانسان اللي وقف يصلي قيام الليل ويقتبس من انوار الله ومن رحمات الله سبحانه وتعالى اعظم مليار مرة من اللي عمال طول الليل بيرقص ويغني ويستمتع ويعمل له وعايزه ان اهل الليل في ليلهم الذ من اهل الله وفي لهوهم وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى اقول بيقول حتى اقول لو كان اهل الجنة في مثل ما انا فيه من السعادة انهم لفي سعادة عظيمة بيقول من كتر ما بتلزز بقيام الليل وبالقرآن وبذكر الله بقول والله لو كان اهل الجنة في اللزة اللي انا فيها دي لتبقى لزة وسعادة عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فجنة الدنيا في الايمان والتلذذ بالطاعة وحلاوة الطاعة وحلاوة الايمان وحلاوة القرب من الله وحلاوة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالوا لنعيش في جنة الدنيا جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته